السلام عليكم قبل فترة وصلتني لعبة سينتس رول جديدة اللعبة تصنف أكشن ومغامرات في عالم مفتوح من منظور الشخص الثالث بحيث انك تتجول في الخريطة وتسوي مهمات جانبية وأنشطة وتهرب من الشرطة وتسرق السيارات وتكتر رجال العصابات والناس بشكل عام لعبة سينتس رول معروفة وقرروا مطورين انهم مسوون للعبة ريبوت بحيث انهم مسوون تغييرات جذلية على اللعبة والجيم بلاي وتوجه السلسلة بالكامل وبعد التجربة حبيت أسوي لكم هذا المقطع بحيث أقدم لكم مراجعة بسيطة عبارة عن إيجابيات وسلبيات هذه اللعبة ويلا خلونا نبدأ وببدأ مع إيجابيات اللعبة أول شيء الأونلاين يمكن البعض يقولون أن الأونلاين محدود في اللعبة وهذا الكلام صحيح إلى حد ما لكن الحلو أنك تقدر تلعب وتختم اللعبة بالكامل مع شخص واحد أونلاين وهذا أشوفه شيء ممتاز ويضيف حماس للعبة أكثر ثاني شيء إيجابي القصة ومهماتها القصة من النوع اللي يبدأ عادي لكن مع تقدمك تبدأ تصير القصة أفضل وتشدك وبنفس الوقت مهمات القصة ممتازة جدا ومتنوعة وفيها أكشن ولقطات من أفلام هندية عجبتني بصراحة مثل هذا مثلا ثالث إيجابية صنع الشخصيات وتخصيصها هذه واحدة من الألعاب اللي تخليك تصنع شخصيتك وتسويها بالشكل اللي يعجبك مع تفاصيل عالية لدرجة حتى بتشوف ناس في اليوتيوب مسوين شخصيات من ألعاب ثانية رابع إيجابية هي حس الفكاهي أو النقطة المستخدمة في اللعبة تخليك توخر شوي عن الملل لكن للأسف إذا لغتك الإنجليزية ضعيفة ما رح تفهمها كثير واللعبة ما تدعم اللغة العربية آخر إيجابية عندنا هي طريقة اللعب وإطلاق النار اللعبة تعطيك خيارات كثيرة من الأسلحة والخصائص وحركات الفينيشنج اللي تقدر تسويها علي ضدك مع استهبال يعني بشكل عام إطلاق النار والقتال والأكشن حلو نجي عند السلبيات الحين وبصراحة مدري من وين أبدأ خلينا نبدأ في الرسومات وأشكال الشخصيات رسومات اللعبة من أسوأ ما يكون بالنسبة لي مع مستوى قريب جدا في الرسومات من بلايستيشن 3 والإكس بوكش 360 بالله هذا مظهر لعبة تشتغل بدقة 4K على بلايستيشن 5 وأشكال الشخصيات وحركة الشفايف ما في أسوأ من كده شوفوا بالله هل هذا كيف سيكون كل مرة يجب أن نعطي النار؟ أعتقد أنه كان جيدا نعم حسنا أعلم اللعبة أعلم اللعبة مفتوح وكبير أعلم اللعبة صح أنه مفتوح وكبير لكن فاضي وغير مميز ولا يشجع على الاستكشاف ولعب المهمات الجانبية كلها فيها تكرار وما في أي شي تقول أن مهمات هذه اللعبة مميزة رابع سلبية هي قيادة السيارة كانت سيئة جدا بالنسبة لي وطريقة التحكم فيها سطحية جدا وأشكال السيارات تعبانة ومطاردات الشرطة ما تحس فيها أبدا يعني لما كنت ألعب درايفر على البلاستيشن 1 كنت أحس بمطاردات الشرطة أكثر من هذه اللعبة الخلاصة سينت سرو 2022 لعبة أسلوب إطلاق النار فيها حلو مع قصة وموسيقى حماسية لكن برسومات ضعيفة وعالم تعبان وآداء تقني ضعيف من الناس اللي ممكن أنصحهم بهذه اللعبة هم اللي اشترون اللعبة علشان يختمونها مع أخياهم أونلاين ويجتمتعون فيها غير كذا لا تشتريها إلا إذا صار سعرها 30 إلى 40 دولار ما تستاهل أكثر من كذا واللعبة الحين متوفرة على البلاستيشن 405 والإكس بوكس والبي سي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة